بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متبعين الكرام اهلا وسهلا كل اللي بسمعني الاول مرة معكم من الصفاء قناة يوتيوك اللي بسمعني الاول مرة واعجب الفيديو ما ينساش تشترك وفعل قرس حاب عرفون في قناة ثانية اسمع يوتيوك معرفة تابعونا على القناتين واشتركوا في القناتين القناتين بنزل فيهم تعبير وانشاءات ووضعيات ادماجية وتلخيص دروس وحلول وباقي محتوى القناة ادعمنا باشتراككم وتفهيلكم من الجرس للقناتين ولا تنسوا اللايك واكم منت حلو القناة ازا اعجبكم الفيديو اه يمكنكم الوصول للقناة الثانية يوتيوك معرفة ممكن تكتب في البحس يوتيوك معرفة او ممكن تفتح هذه القناة اصفل الفيديوهات عند الصفحة الصفحة الرئيسية عند فيديوهات مميزة من تحت كده اه هتجد القناة الثانية يوتيوك معرفة اليوم اه حل انتج صد سبعة وثمانون اه لغة عربية تلتة متوسط اه بالاضافة الى حل اقاوم انتاجي في نفس الصفحة حل اقاوم انتاجي صد سبعة وثمانون يعني الفيديو اه في الفيديو اه وضعيتين الوضعية الاولى هذه الوضعية الاولى اه بالتوظيف اه والثانية وهذه الثانية عن دور الرياضة في التقريب اه بين الشعوب اه حنقرأ الاولى ونحلها ثم بعد ذلك نطرق الى قراءة الثانية وحلها اه عندنا اه اه السياق او السناد السياحة ثقافة وفن وطرفيه اكتب نصا تفسيريا تعليمه اكتب نصا تفسيريا تعرف في بعض مظاهر الجمال في مدينتك او قريتك موظفا اسلوب شرط اسم فعل امر اه والفعل مضارع المنصوب بان المدمرة وما امكن من الصور البيانية والمحسنات البدعية اه هنتكلم عن بعض مظاهر الجمال في المدينة او القرية انا ذكرت هنا القرية يعني ذكرت اتكلمت عن الريف اه مظاهر الجمال في الريف او في القرية او وظفت مطلوب مني في التعليمه اه المقدمة القرية طبيعة خلابة ومناظر جميلة ومكان يعيد للنفس الراحة والطمأنية والاحساس بالجمال العرض المقدم كستطرين العرض اه اترك بيات بداية المقدمة والعرض اترك بيات ايضا تعدى القرية رمز السكون والهدوء واجمل ما يميز القرية المناظر الطبيعية والزراعية والسماء الصافية والهواء العليل فلو نظرت الى القرية لرأيت كل ما هو جميل كما تحتار عينك الى اين تنظر وكذلك مناظر القرية بسيطة وجميلة بلمستها المعمارية فهي ارث في عمق الريف الجزائري ولا ننسى اشجار النخيل العالية والحقول الخضراء ومزارع الزيتون منظر ترتاح له النفوس ولا ظهر ملونة كأنها بساط تغطي الارض وزاق زاقة العصافير تملأ المكان هنا وهناك وهذا بالاضافة الى هنا في فاصلة وهذا بالاضافة الى الحيوانات والطيور وأما عن سكان اهل القرية يتميزون بالبساطة وقوة العلاقة هم يتشاركون في الافراح والاحزان ويلتزمون بالعادات والتقاليد المتورثة جيلا بعد جيل كالتعاون ومساعدة الغير واحترام الجيران وحتى الاطفال هناك رمز البراءة والحب وقد يلجأ الناس الى العيش في القرية ليبتعدوا عن الملوثات والزيادة السكانية الموجودة في المدينة والتي أصبحت مليئة هنا والتي والتي أصبحت مليئة بالضوضاء ولم تصبح هادئة أو نقول والتي أصبحت مزعجة ولم تصبح هادئة الخاتمة أطرق بياد القرية ممتعة فهي أو هلمة لتنعم بشمسها وسمائها ومائها وهوائها ومناظرها الخلابة فهي تبقى في الأجدان أو نقول تبقى في الأعماق حية فهي تبقى في الأجدان أو تبقى في الأعماق حية أضع نقطة انتهيت من الوضعية الأولى بالتوظيف عندي توظيف يريد هنا أول شيء يريد سلوب شارت فلو نظرت إلى القرية لرأيت كل ما هو جميل فلو لا رأيت سلوب شارت يريد أيضا اسم فعل أمر اسم فعل أمر اسم فعل أمر هنا فهيا أو هلما نختار واحدة هيا أو هلما اسم فعل أمر ثم بعد ذلك يريد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة ليبتعدوا فعل مضارع منصوب يبتعدوا فعل ومضارع منصوب. اه ما امكن من الصور البيانية. عندي صور بيانية. اه كما تحتار عينك كما تحتار عينك الى اين تنظر صورة بيانية. اه ترتاح له منظر ترتاح له النفوس برضو اه تعبير مجازي كأنها بساط في الارض برضو كلها صور بيانية وخيال. اه ايضا يريد محسن بديعي اصبحت مليئة اصبحت مليئة بالضوضاء ولم تصبح هادئة. او نقول اصبحت مزعجة ولم تصبح هادئة. اصبحت مزعجة ولم تصبح هادئة. اه محسن بديعي طباق. طباق. اصبحت اه مزعجة ولم تصبح. اصبحت ولم تصبح. طباق بالسلب اصبحت ولم تصبح. او ممكن اه بين مزعجة وهادئة تضاد. مزعجة وهادئة تضاد كلها محسنات بدعية فهي في الوجدان حية تبقى في الوجدان حية برضو إناس تعارة صورة بيانية تمام ندخل كده هذه الوضعية الأولى سبت عليها التصوير ربما يكون أحد يريدها تكلمت عن القرية ومظاهر الجمال فيها القرية تكلمت عن القرية سنقوم بقراءة حل أقوم إنتاجي نختار واحدة هلمة هلمة أو هي وهنا نختار واحدة أصبحت مليئة بالضوضاء أو نقول مزعجة نحزف مليئة بالضوضاء ونكتب مزعجة تعبير يبدأ بياض وينتهي بنقطة نلتزم بعلمات ترقيم اللي هي علامات الوقف ندخل على حل الوضعية الثانية تعبير عن دور الرياضة في التقريب بين الشعوب خلال مشاهداتك للترفاز أو استعمالك لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة راحظت أن العالم أصبح غرية صغيرة تعليم أكتب نصة تفسيرية منسجمة من 13 سطرة تبين من خلاله ما للرياضة من دور كبير في التقريب بين الشعوب موظفا ما تراه مناسبا من مكتسباتك الوضعية هنا حدد نلتزم اللي طلبوا منا بالتعليم 13 سطرا 13 سطر والتعبير نص تفسيري ونوظف مؤشرات النمط التفسيري ونوظف ما نراه من المكتسبات ليس بالضروري كل ما أخذناه ولكن بعض من المكتسبات مقدمة أترك بياد الرياضة أفضل وسيلة للتقارب والتواصل بين الشعوب فما هي دورها مقدمة كده سؤال إشكالية في نهاية المقدمة لمح عن الموضوع سطر ونصف العرض أترك بياد الرياضة رسالة الأمل والسلام بين الشعوب والدول ولها أهمية كبيرة فهي تعزز التعارف والتلاقي وتعمل على نشر المودة كما أنها تقضي على الحقد والقرهية والتمييز العنصري وتراعي مشاعر الآخرين دون النظر إلى لون أو جنس أو ديانة أو لغة أو غيرها وقد نلاحظ أن الرياضة تحقق أهدافا لا تستطيع السياسة تحقيقها فشتان بين الرياضة عفوا بين الرياضة والسياسة في التواصل والتقارب بين الدول والشعوب فالرياضة تقضي على النساعات والمشاكل التي تكون في البلدان التي توجد بها خلافات خلافات سياسية خاتمة الرياضة بكل أنواعيها جسر المحبة والتقاخي فهي نحرص عليها لنزيل كل العقبات والنزاعات بين المجتمعات ولو اهتمت كل أمة بالرياضة لأصبحت قادرة على تنمية الشعوب وتصفية النفوس هنا نمط التفسير ووظفت مشترات النمط التفسير هلنجد الأفعال المضارعة وتعريفات واستخدام سليب الخبرية ونلاحظ هنا وقد نلاحظ تفسيري برضو استعمال المعينة والاستنتاج وظفت من المكتسبات شتان اسم فعل ماضي شتان وظفت أيضا هيا اسم فعل أمر لنزيل عفوا فعل ومدارة منصوبة من مرة لنزيل ولو أصبحت جملة شرطية أسلوب شرط ولو أهتمت كل أمة بالرياضة لأصبحت قادرة على تنمية الشعوب وتصفية النفوس وفي عندينا برضو لو تريدوا صور بانية تعبيرات مجازية الرياضة بكل أنواعها جسر المحبة الرياضة جسر تعبير مجازي وهنا أيضا الرياضة رسالة الأمل والسلام الرياضة رسالة تعبير مجازي أيضا إذا تريدوا تعبيرات المجازية أنا وظفت هنا بعض المكتسبات وليس كلها تمام هنا عندنا اسم فعل الأمر الأسماء اسم فعل الأمر هما ثلاثة هما أسهل ثلاثة ممكن نكتبهم في أي وضعية هلما فهيا والأخيرة وعندنا حي برضو حي على الصلاة يعني هلما وهيا وحي وحي بضل ثلاثة ممكن تكتبهم في أي وضع يعني تأخذ منهم تأخذ واحدة وتكتبها في أي وضعية يعني هما الدرجين يعني اللي بنستخدمهم في أي وضعية أنا بستخدمهم هما للدرجين وبرضو المهمين يعني تقدر تستعملهم في أي وضعية أشكركم على حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله كانت معكم الصفاء قناة التجوك لا تنسونا بالاشتراك واللايك إذا عجبكم الفيديو لا تدخلوا علينا بالاشتراك واللايك ويقومنت حلو القناة إذا عجبكم فيديو مع السلامة أراكم في الفيديوهات القادمة مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة